جاء للأختم عبدالله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للتكبيرات وبالنسبة للأدعية التي على الصفا وعلى المروة تقول ما حكمه هل هي واجبة أم سنة وما حكم من أتى بها أو من لم يأتي بها تقول يعني كبرنا في ما كبرنا في الأشواط الثلاثة الأولى وإنما أتينا بالتهليلات وكبرنا في الأشواط الرابع أختم عبدالله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله سعيك بالنسبة للتكبيرات والتهليلات والأدعية كل هذه من المستحبات وليست من الفروض ولا من الواجبات ولا من الشروط ولا من الأركة يعني أقول لك الآن لو أنك فعلا أنت سعيتي صامتة ما قلت أي شيء سعيك صحيح ولله الحمد والمن لو سعيتي بين الصفا والمروة ما تكلمت بشيء بشرط أن لا تعتقدي مشروعية الصمت في هذا المكان لكن أنا أريد أن أوصل معك إلى أقصى نقطة حتى يفهم الناس بأنه بعض الأحيان يوجد من الناس يعني للأسف يعيد السعي علشان يقول والله أنا ما قلت لا إله إلا الله أو كذا وهذا خطأ هذه من المستحبات بارك الله فيكم ولذلك الإنسان لو سعى بين الصفا والمروة وما تكلم ولا بكلمة سعيه الصحيح ولله الحمد هذه من السنن ومن أتى بها أحيانا وترك أحيانا لا شيء عليه وسعيه الصحيح ولله الحمد والمن موسيقى موسيقى